اوكي. جميل جدا. اذا خلالنا نكمل هلا في موضوع الاي سكوير لاين. اذا نروح هلا اول حاجة بالكير فتنج مثل ما شفنا هون. بدي اروح اطلع هلا افرد بان انا معاي نقاط. مجوعة من النقاط. هيا. مجوعة من النقاط. وابدي اروح اطلع افضل خط مستقيم بتوسطهم. هلا اذا بدي اطلع افضل خط مستقيم بتوسطهم هلا نسميه the best fit line. نسميه the best fit line. اوكي. هلا. معنات انا بدي اروح استخدم ايش هلا? بدي اروح استخدم اعمل minimization ل e2 عشان اطلع ايش? a و b. فشو هو e2? اللي هو زي ما اتفكنا اللي هو root mean square error. هاي القرون طبع root mean square error. اذا بدكت عمل minimization ركزوا معي بهاي النقطة هلا. اذا بدكت عمل minimization ل e2. ما هي n ثابت. n اللي هو عدد النقاط. ثابت. فبت كيف تعمل minimization للي في البسط. اذا بدك تعمل minimization ل e2 بكيف تعمل minimization للي في البسط لانه الجذر اقترار متزايد. وبالتالي بكيف تعمل minimization للي في البسط. عشان هيك شو بسوي انا هلا? بيجي بعرف اللي في البسط. بحط بحط قيمته محله ايش? لاحظوا انه yi. هاي عبارة عن القيام هذول اللي هون. هذول بيكون معطاة من السؤال. هلا f of xi بحط محل الفنشن. انا عندي line بحط line. اذا عندي اذا مش line. اذا كير بحط كير مثلا a اكثر b plus b whatever. اذا برابولة بحط برابولة. اذا sine cosine بحط. هاي اللي بتغير. فقط هاي اللي هون بتغير. هاي ثابتة وهاي ثابتة. اللي بتغير بس الفنشن افو اكس. طبيعة الفنشن. انا عندي هون line. اذا انا بدي طلع ال best fit line. معنات عشان اطلع او بي. بيجي بعود محل افوف اكس اي كيمتو هيو. اذا انا بدي عمل منيمايزاشن لهذا الفانكشن. اوكي. هلا الفانكشن بدلالة اي وبي. فانا بدي اشتق هلا بارشل مرة بالنسبة ل اي مرة بالنسبة ل بي. وعمل منيمايزاشن. ويس فانكشن اف تو فيربلز. هلا بيجي بحكي بدي عمل بالنسبة ل اي. فبعامل بي كانها ثابت. كي بدي اشتق هاي الكمية بالنسبة ل اي? اولي شي اللي هون بنزل. هايو. بصير كوة واحد. فمشتقت ما داخل الكوتس بالنسبة ل اي. شو كوة اشتقت ما داخل الكوتس بالنسبة ل اي? هي فقط معامل اي اللي هي اكس اي. فهاي اول اشتط بقدر اشتط بقدر اكسن الترافين من اثنين واخرص من اثنين. وبالتالي بدخل XML داخل جوع او هون. فبصير عندي هايي المعادلة بهاي الصورة. بوزع المجميع. فبليت عندي هون ا بري ثابت في مجموع X اي بلاس بي بري ثابت في مجموع X اي تساوي مني اعطراف الثاني اللي هون مجموع XIYI فهي المعادلة الرقم واحد الناتج عن partial derivative بالنسبة لأيه نفس الحاجة بروعة كمية هاي اللي هون المهمة جدا واللي من خلال عبادرة طلع A و B بشتق هلا ايش بارشل بالنسبة لأيه زي ما اشتقت بالنسبة لأيه فبتنزل اثنين نفس الحاجة هون هلا فمشتقت مداخل الكورس بالنسبة لأيه بالنسبة لأيه اشتق بالنسبة لأيه الجواب واحد فبنقسم الطرفين على اثنين وبنعمل مجموع AXI A بطلع لبرة مجموع B بجمع BN مرة إلا بطلع الجواب N في B وتساوي مجموع YI هلا المعادلة اللي بالأحمر رقم واحد والمعادلة اللي بالأحمر رقم اثنين هذول المعادلتين المجهولين شو هم المجاهل هون A و B من خلالهم بدأ بطلع A و B هذول المعادلتين في لهم اسم مشهور بنسميهم Normal Equations هون بسميهم Linear لأنه أنا عمالي بطلع في Best Fit Line وبالتالي يسميهم Linear Normal Equations بس بطلع بشكل عام اسمهم Normal Equations وسهل انك تتذكرهم لاحظ AX تربيع بعدينش خفف X بتصير مجموع X هلا هون مجموع XI YI هلا هون طلع كيف مجموع XI تربيع خفف X هاي خفف X هاي خفف X بضل مجموع YI فسهل انك تتذكر Normal Equations بحلهم وبطلع A و B وبالتالي بقدر ايش اطلع مثلا هذا الاكزامبل معطيك هون خمس ازواج مرتبة بيجي بصفتهم هاي XI YI مثلا هاي هاي X1 واحد هاي Y1 اثنين فبايجي برتبهم كلهم الاكزز هاي هون والسؤال بحكي لك find the best the least square line هلا least square line الطريقة اللي استخدمناها هلا وطلعنا فيها A و B مسميها least square line معتلا انك تذكر هلا ايش المعادلة Normal Equation رقم واحد و رقم اثنين فبايجي بكتب Normal Equation رقم واحد و Normal Equation هاي هون هاي Normal Equation رقم واحد هاي Normal Equation رقم اثنين بس حطت محل N خمسة هلا انا معي XI YI بدك هلكات ايش مجموع XI كلياتهم فبايجي بجموع XI مجموعهم بطلع خمسة بايجي بحط هون خمسة هاي بدك XI تربيع واجمحهم بطلع عمود ل XI تربية وفي الاخر بجمعه طبعا باخدل X اللي هون بربعه وفي الاخر بجمعهم بطلعه 15 بايجي بحط 15 هون بعدينش بدي عمود ل XI YI هاي XI YI بدرب بضرب ونهضرفه بعض بطلع معك هلا العمود بجمعه بطلع سالب 6 بحط هون سالب 6 هلا باروح على Normal Equation الثانية مجموع XI انا اردي بعرفة خمسة هايوا و N في B هي خمسة جاهزة مجموع YI هاي ال Y بجمعهم كلهم بطلع المجموع 4 فهي عندك معادتين مجهولين انت حر كيف تحل لهم بالتعويض بالحدث بكريمر انا حلم هون بكريمر فبطلع مع قيمة A سالب 1 قيمة B 1.8 وبالتالي بعود التعويض مباشر محل A و B ساعتها بقدر احكي هلا انه سالب X زاد 1.8 بتوسط هاي الازواج المرتب بتوسط احسن Best Fit Line عن طريق بتوسط هاي النقاط اللي معطاة بالسؤال فبتأمل تكون صورة واضحة للجميع كمان مثال اخر ممكن مثلا يعني مش بضرور يكون Line طلع اوكي Find Normal Equation لل Best Fit مش Line هلا هاي معادلة بهاي السوعة اوكي no problem شو بتحسوي كم مجهول عندي انا هوا المجهول واحد اللي هو ايه برجع على اللي سكوير على اللي سكوير مثل هايه شايفين هاي المعادلة المهمة جدا بس بشيل F of XI اللي هون بشيله وبحط محله F of XI جديد هايه شايفين كيف هايه فقط فبصير عندك ايش هذا المجموعة اللي بدي اعمله منيمايزيشن ونلاحظوا ان المجموعة فبسميه E of A يعني للأرور يعني هلا ماشتق هون ما باشتق بارشل باشتق عادي بالنسبة لأيه يعني فلما اشتق بتنزل هاي نزل F وفي مشتقة مداهر الكوس اللي هي XI قو M هلا اي اشي بعتمد على العداد I بظل جوه بطلعش برا شايفين كيف هلا بقدر ارتب هاي المعادلة بدخل XI هون هلا على هدول كلياتهم بصير بهاي الصورة بوزع المجموعة كل واحد بعطيه مجموعة بعطي مجموه هون وبعطي مجموه هون هلا بهاي الصورة طبعا انا بطلع A لبرا فA بتطلع لبرا المجموعة لانا بتعتمدش على المجموعة constant وتطلع A لبرا وبتحط هاي بتكسمها هاي على ايش على معامل A فبهاي الصورة هاي بنسميها normal equation هاي اسمها ايش normal equation فاش اندي غير معادلة واحدة لانا في اندي مجهول واحد لما يكون اندك مجهول واحد يكون اندك معادلة واحدة فقط هاي هي normal equation اللي السؤال طلبها طويل مباشر لو بنوخد example عليها طلع كيف مثلا بشكل عام find power fit هاي نسميها power fit زي هاي هاي نسميها power fit كويس best fit او power fit whatever هلا بدنا best fit لو y بيساوي ax تربية لهاي الديتا اللي معطيه بالسؤال السؤال معطينا هاي الديتا مثلا من هون يعني معطيك الازواج المردت بهاي x i y i شايفين كيف هاي هون وبحكي دنا بدنا best fit power بهاي الصورة لاحظوا ان هون m 2 فبيجي هون قبل شوية اشترنا هايها m خط محل m 2 وبتعوض هون محل m 2 خلصنا عشان اطلع ايه فلما تعوض اثنيين بيسين اندك هون x i تربية هون x i كوة 4 فبيجي بحكي انا هيني بيطلع هون بيجي بكتب ايه بهاي الصورة طيب انا معي x i بدي x i كوة 4 فبروح بسوي عمود x i كوة 4 وبدي مجموحهم مجمحهم اطلع مجموح بهاي الصورة فالمقام جاهز هايو بعدينش في الباست بدي عمود x i تربية اول فبطلع عمود x i تربية مواخد x i الي هون بربحهم بعدينش بدي كمان عمود x i تربية في y i هاي بس يطلع العمود الي هون بضرب هلا في y i بطلع معاك العمود الي هون بعدينش بدي المجموح ليلها بطلع المجموحي وبحطه هون وبقسم بطلع معاك ايه بهاي الصورة اذا بيجي بحط محل ايه كومتها فبصير عندك البست في الباور بهاي الصورة فانا جوابت على الجزء الاول او الفرع الاول من السؤال هلا الفرع الثاني بحكي لك اعطيني e2 اللي هو الروت من سكوار ايرو فهاي الحالة بيجي بكتب القانون تبعه هاي القانون تبع e2 بذكرين هاي القانون فبدا رح اطلع حلا اوليش اليرور ei طيب انا موجود معاي yi واذا عليك بدك تجيب f of xi فf of xi نم نجيبها من هاي المعادلة يطلع معها قبل شوي بهاي الصورة بنطلع f of xi طبعا كيف عرفنا m تساوي 2 هاي m تساوي 2 من هون معنا هذا السؤال اللي هون بشكل عام شايف كيف هايه m تساوي 2 من هون جبته بشكل عام شرام فا Алексeneca بنعرف المعادلة التطبيق مباشر وهلا بس نيجي نطلع عشان لنطلع اليرور اليرور شو تريت في ei هو After With 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 Tunic Vai اي جازة هايه واذا على الصورة ويبدل عليك f of xi ك appreciative ايمن بجيب f of xi هيا بجيبها من هون واني تكبرت شوية حليقة للسؤال طلعت إية فهيا هي اسمها f of xi بدكت رأيكون هلا كل كلمة بنكيةها هي من اللي هون بعدها في f of xi أصلك ون tickets равляون الشيء أقسم أجمع says أجمع أتوى وأقسم مثل فبهذه الصورة نستطيع أن نظر مثلاً الهدف أكثر من قطاع أو أي كارف بشكل عام على الأساس المتحدة لا يوجد حالة نفس الهدف أكثر من قطاع نستطيع أن نشتغل عليه مثال آخر مثلاً يا جماعة نرى مع بعض كيف نعمل كارف أكثر من قطاع مثلاً على فرض أني في عندي مثلاً هذه النقاط ن من الأزواج المرتبة وبدأ طلع الهدف أكثر من قطاع للبستفت بارابولا صحي بارابولا اللي هي معادلة تربية بشكل عام ax تربية بلس bx بلس 2 لاحظوا هون في عندك ثلاث مجاهل a و b و c معنى أنت بلزم اكثلاث معادلات الهدف أكثر من قطاعاً يجب أن نكون عددهم ثلاث هلا هون خلينا نشوف مع بعض إذن أنا هلا بروح على f of xi كما تذكروا f of xi بشيلها وبحط محلة h اللي هو function تبعنا اللي بنا نعمله approximation وبالتالي بصير عندك function بدلالة a و b و c لاحظوا الـ error هون بدلالة a و b c معناته لما بدأ اشتاق فارشل هلا بدأ اشتاق مرة بالنسبة ل a فهاي أول مرة بشتاق فارشل بالنسبة ل a ثنين بتنزل كل شي زي ما هو في مشتاقة ما داخل الكوس بالنسبة ل a فهو مشتاق بالنسبة ل a اللي هو معامل a اللي هو x i تربيع بعدين بوزع المجموعة عليهم كلياتهم و برتبهم بهاي الصورة كل واحد بوخ المجموعة برتبه بهاي الصورة تمام؟ لاحظوا بدأ دخل x i جوه وبالتالي كل حد في جواته x i هلا إذا لا اشتاقت بالنسبة ل ايه؟ بارشل هلا براح اشتاق بالنسبة ل ايش؟ ل b بارشل فلما اشتاق بالنسبة ل b نفس الحاجة اثنين بتنزل كل شي زي ما هو فمشتاقت ما داخل الكوس بالنسبة ل b اللي هو x i وبدخل x i هلا جوه و نطلع معنا بهاي الصورة لاحظوا انه بقدر اقسم الطرفين على اثنين واخرص منها اثنين لهاي مش مهمة نفس الحاجة مشتاق بالنسبة ل c ومشتاقت ما داخل الكوس بالنسبة ل c اللي هو واحد و فعي الحالة بطلع معنا المجموع بهاي الصورة لاحظوا انه هنا مجموع c لما تجمع cn مرة بطلع الجواب n في c هلا اذا بتركز كويس في هاي normal equations الثلاث طلع هاي مجموع x i قوة اربعة بعدين شو بصير هلا هون مجموع x i قوة ثلاث بعدين مجموع x i تربية نيجي هون مجموع x i قوة ثلاث بعدين تربية بعدين يعني بنقص درجة نفس الحاجة هون تربية مجموعة x i تربية كيم واحد بصير مجموع x i ولا ما تكيم واحد بصير مجموع n نفس الحاجة هون مجموع y i x i تربية شيل x i شيل كمان x i فسهل تتذكر normal equations هذول مسميهم ايش normal equations فلو بنا نأخذ مثال تطبيق مباشر عليهم خلي السؤال بحكيلك هون find least square parabola فبنا نذكر فط خطين تحت كلمة parabola بارابولة يعني معادة تربية بشكل عام فالمعادة تربية تبعتنا بدك تقول بعارف ايش اللي هم normal equations ثلاث واحد اثنين وثلاث لازم نكون نذكرينهم فهذا موضوع مهم فبلزمك هل عمود بلزمك عمود لايش لل x i تربيع وبلزمك عمود لايش وبلزمك عمود ل x i تكيب وبلزمك عمود ل x i q 4 وبلزمك عمود ل x i y i وبلزمك عمود ل x i تربيع y i فبنروح نذبط هؤلاء كلياتهم هاي هم هاي x i تربية طبعا نتعند لك هاي النقاط الى زوجة المرتبة فبتحط هاي x i هاي y i ترتبهم طبعا هذا اللي بالاحمر مجموعة x i هاي مجموعة y i هلا بلزمك عمود ل x i تربية وبلزمك للتكيب وبلزمك لكوة 4 وبلزمك تضرب x i في y i تضرب هذا الفبعات وبلزمك x i تربية في y i يعني تضرب x i تربية هاي وتضربها في y i وتطلع المجموعة كلياتهم تحت بايس بعدينش بتروح الى المعادلات الثلاثة اللي عندي normal equations تبعون البرابولات فطعما التعويض مباشر بتطلع معاك ثلاث معادلات بثلاث مجهيل طبعا انت حر كيف تحلهم وبتطلع الارقام ثوابت a b c سعيدها اه بتطلع معنا نعرف a و b و c ونرجحهم بنحطهم محلهم بهذه الصورة طبعا السيستم اللي بتحلهم هون المفروض يعني يكون سيستم ايش يعني فيه له حل يعني اه بل حلك صح بل تطلع على بل تطلع على على بل تطلع على بل تطلع على بل تطلع على هدول اه اه اوكي صح هيك احنا جاوبنا على السؤال جاهز على السؤال اخر السؤال اخر هون قبل ما اطلع لهذا السؤال بدي اتاكد ان الكل فهم المثال اللي حالينا قبل شوي فاذا الكل فهم ممتاز اذا في حد عندها السؤال بقدر ارفع يدو اوكي لو جينا المثال بنا نطلع ال best fit مش بارابولة ولا line بشكل عام y بيساوي a sin phi x لا مشكلة اذهب على القاعدة محل ال function f of x i فنضع فنضع ال function تبعا لاحظوا ان هنا one variable فالاشتقاق عادي راح يكون وبالتالي بشتق بالنسبة ل a اشتقاق ordinary بتنزل الثنين كل شي زي ما هو ومشتقط ما داخل الكوس بالنسبة ل a فلما تشتق بالنسبة ل a بيطلع معك هاي الكميه بيطلع هون وهلا بنتقسم الطرفين على اثنين بنروح الثنين ومندخل الصين جوه هون ونخلي ايه موضوع القانون فبتلع معنا ايش هاي هي نسميها normal equation هاي نسميها normal equation عشان تبعوا وعارفين اي اي معادلة تطلع معنا من خلال تطبيق least square technique منسميها normal equation اذا بتأمل الصورة لتكون واضحة للجميع